السلام عليكم الفاميلا كده اللي اللبس عليكم ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير تكونوا بصحة جيدة اليوم غادي نشارك معاكم سيمنات بحشوة اللي هي رائعة جدا تيجيون مقرمشين سمعوا لي التقرمشة تيجيون مقرمشين بحال يصاوبناهم بالوريقة ديال بسطيلة نتمنى انكم تجربوه وينالوا الإعجاب ديالكم ندوزوا المكونات وكذلك طريقة ديالتحضير فرجة ممتعة نحتاج لها كمكونات ثلاثة الكيسان ديال لدقيق الفورس او للفارينة يكون من النوعية الجيدة مغربل جوش كيسان ديال الفينو بالعبار ديال كاس العنبة ما يعادي الميتين جرام كذلك يكون مغربل معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة اربع معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات ننزجو الكل ونضيفو عليه معلقة صغيرة ديال الخل ثلاثة المعلقة الكبار ديال زيت الزيتون يمكن لكم تعوضوه بزيت نباتية ندخلو هذه الزيت في الدقيق ونضيفو في الماء الدافع حتى نحصلو على واحد العجين ما يكونش يتلسق في الدين وما يكونش عاوة ثاني قاصح غادي ندلكو واحد خمسة ديال الدقيق حتى نسجمو لنا المكونات كاملين كيف موضح معاكم في الفيديو بالنسبة للماء الدافع فهي الزيت ليا تقريبا كاس ونص فيتوب شوي يعني بقى ليا ربع الكاس الثاني بقى فيها ربع وتيبقى يعني الماء على حسب النوعية ديال الدقيق اللي تتستعملو كيف موضح معاكم في الفيديو فالعجين متيت للصقش نهائيا في الدين ولكن ارتب في نفس الوقت بالنسبة لبنات اول يوم في الصيام فانا نسيت الملحة الحمدلله تفكرتها درتها مع شوية ديال ماء الدافع وحاولت انني ندخلها مرة تانية في العجين فانتم حاولوا تضيفوها في الاول شوفوا معي البنات العجين كداير فهو يعني عاجن راسو براسو يعني ديالك خمسة دقيق فهي كافية درت عليه شوية ديال لمدة يعني مكن ليكم تعجنوها الصباح وتخلي وترتاح تلعشية ماشي مشكل انا درتها الحداش حتى الربعة عد عجنتها صوت المسي منها ديالي الحشوة اختيارية انا ديال حبة ديال الباصل حبة ديال الفرفو الاخضر الجزر قرع اخضر وفصل ديال التوم اللحم المفروم غدين ناخدوا مقلات على نرم توسطة غدينديروا زيت زيتون اولا زيت نباتية حبة ديال الباصل اللي تكون مفرومة مع حبة ديال الفرفو الاخضر اللي قطعته كما يتم متح معاكم مع فصل ديال التوم غدينمزج الخالط وغدينغطع ليه ونخلي على نرم توسطة حتى يدبولوا ليه المكونات ويتغيير اللون ديالهم نضيف عليهم مباشرة حبة ديال الجزر وحبة ديال القرع الاخضر اللي حكيتهم في الحكاكة الرقيقة يمكن لكم تديروا الحكاكة الغليدة غدينمزج الكل ونخلي حتى يدخل فيه الطياب وغديندوز مباشرة غديننقض واحد زلافة غدينوضع فيها الشعرية الصينية وغدينخوي عليها الماء المغلي نكليكم اضعفوا الكيمية دير الشعرية الصينية فلكم الاختيار انا فقدرت هاد المرسو هذا وضفت عليه الماء المغلي وغدينرجعوا مباشرة المقلات غديندير فيها واحد شوية ديال زيت السيتون على جانب وغديندير فيها ديال اللحم المفروم وغديندينفرتو حتى يدخل فيه الطياب بعد غدينمزجوه مع باقي المكونات غدينمزجوه المكونات ندوزو الخضر الماء ديالهم غدينضيفو الكامون فلفل اسواد الخرقوم عواد حميرة او الفلفل احمر الحلو وشوية ديال سكين جبير ودرت انا خليط من الاعشاب المون السيمة يمكن لكم تعضو بضوه بالقصبر والمعدنوس واحد المعرقة كبيرة نمزجوه الكل جيدا ونضيفوه كذلك الملح ما تنسوهاش وغدينخليو الكل يطهاء على نال اللي هي متوسطة غديننخدو الشعرية بعد ما تضعف الحجم ديالها نديروها في واحد المسفات مقص ونبدو نقطعوها قطع اللي هي صغيرة نضيفوه على الحشوة اللي وجدنا من قبل نخليوه على نار متوسطة حتى يندمجوه لنا المكوينات ومباشرة تخلي واحدة تبرد تماما باش ما تقطعش لنا المسيمنات ديالنا الحشوة خاصها تبرد عفوا اه تبرد مزيان عدوزو نحضرو المسيمنات ديالنا اه شوفوه البنات اللي عاجين فوه ناجح مئة في المئة ثم ما مطاطي ما تقطعش نهائيا المسيمنات غدي يجيوكم مرائعين غدي يجيوكم مقرمشين هير جربوهما البنات على ضمانتي تيجيو غزالين غزالين خدا تحقف الراحة فضروري البنات تخليوها في البلاستيك الغذائي الترتاح وغدي ندوزو دابا نديرو كوريات بالمساعدة ديال الزيت النباتية اه بنسبة الكورات فحاولوا انكم تديروهم صغارين خصوصا هاد المسيمنات هادو شكل ديالهم خاصهم يكونوا هكا صغيرين باش يجيو شكل ديالهم زوين ولكن تبقى لكم الاختيار غدي ناخد سطح العامل ندهنو بشوية ديال الزيت ونستفعلي هادوك الكوريات هنتو مالبنات فهو يعني ديال فقاعات فواخد حقوه في الراحة فاناكي بقولت لكم درتو ملاحظة ديال الصباح ودرتوه في البلاستيك الغذائي وخليتو احتر ربعا ديال العشية عاد شكل تمسيمنات ديالي فاعطيتو يعني الوقت دياله باش يرتاح وباش يجنراسو براسو مع جناش بزا فقط خمسة دقايق غدي ندوز مباشرة غدي ندهن الكوريات ديالي بقليل من الزيت النباتية وغدي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغدي ناخد اول كورة اللي حطيت في الول هي اللي غدي نبدأ بيها غدي نحتاجوا زيت نباتية الزبدة اللي دوبتها جوج معلقة كبارة الزبدة ديال البوطة يعني العادية انضفت عليها القليل من الزيت تقريبا واحد لمعلقة صغيرة وغدي نمزج للكل وغدي نخليه على جانب وغدي نحتاجوا النشاة باش غدي نورقوا هاد المسيمنات دياله بالمساعدة ديال الزيت البنات غدي نتلقوا اول كورة كيف قلت لكم غدي نتلقوها كيف تتشوفوا معايا العجين فما تيتقطعش نهائيا وعاطينا الطوع في طليق دياله غدي ناخدوا الزبدة والزيت وغدي ناخدوا فقط القليل فهد جوج معلقة كبار غدي دهنوا لنا البنات هذيك الكيميا كاملة اللي خرجنا ديال المسيمنات غدي نرشو بشوية ديال النشاة وغدي نديروا المسيمنات ديالنا العادية اللي تنعرفوا هذيك المربعة بغيتوا تطوي وطرشوا بنشاة فلكم الاختيار غدي نكمل الكيميا كاملة وغدي نبدأ ناخد اول وحدة اول مسيم نادرت غدي نبدأ بها غدي نطلق واحد الكيميا كيف مضح معاكم تقريبا واحد ساعة حسب يعني البلاسة اللي عندكم وغدي نبدأ نديروا في الحشوة ما اللي تطلقوهم حاولوا انكم ما تطلقوه مش بزاف تطلقوه معلها تشكل هذا فاندرت 15 الكورة وبالنسب الاطلق فاطلقتم معلها تشكل هذا غدي نحطوا الحشوة في الواسط وغدي نضيف عليها الجبن المبشور او لا الجبن اي جبن يعني متوفر عندكم نديروه من الفوق الى ما كانش بلاش ولكن ما تعطي واحد طعم له وزوين لها المملاحات هذي وغدي نديرو نخصدو في المسيمنا ديالنا واحد طريقة اللي هي رائعة منظر اللي تيجي زوين وكيف مثلا نقولو تنختصروا كذلكتا في الوقت للبنات يعني تنديروا يعني واحد الكيمية وتنديروا له الحشوة دقة واحدة تتعطينا يعني الوقت بش تنسلي ودغية غدي نلفوا يعني غدي ناخدوا الطرف بالطرف وغدي نشدوا الطرف الاخر كيف موضح معكم في الفيديو شرح براسو براسو وفي الاخير غدي توركوا عليها شوية يمكن لكم تسدوها بزيتونة كمان يمكن لكم تسدوها بقطع ديال فلفو الاخضر لكم الاختيار وغدي نحطوها في لاطا لاطا فانا بفرش ليها اه الورق ديال الفرن باش هكما يرسقوش ليها وغدي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل البنات كمية كاملة و اه في هاد اللحظة هادي خاصكم تكونوا شعرتوا الفرن. الفرن ضروري يكون ساخن هادية البنات من النقاط اللي خاصكم تركزوا عليها الفرن يكون ساخن جدا عد دخلوا لها هاد المملاحات هادو من بعد ما يسخن مزيان و تدخلوها اللاطا تدخلوها الفرن نقصو ديك الساعة المتوسط بالنسبة الحشوة الثانية اللي غدي ندير فهدية اللي بنات درتها على حسب الوليدات ما تياكلوش ليها زيتون و ما تياكلوش ليها الفلفل الحار لانه مزار صغير ما تعطيوش فلفل حارة فانا درت الحشوة الثانية نفس الحشوة فقط من الفوق غدي نضيف الحشوة و غدي نضيف زيتون مقطع و غدي نضيف الفلفل الحار عادا ندير الجبن كل شي اللي بنات موضح معكم في الفيديو بالنسبة لما كانش عندكم مشكلة بالزيتون فانتو ما ضيفوه في الاول في الحشوة الزيتون مع الفلفل الحار او لا يمكن لكم تديروا الهريسة لكم الاختيار و غدي نكملوا بنفس الطريقة حتى تنسى الكمية كاملة و نوضعوهم في اللاطا و كي بي قلت لكم فهذه الأثناء تكونوا شعلتوا الفرن غدي نحتاجوا أصفر بيضة مع القليل ديال البيض فانا نقص من البيض ديال البيض نضفت عليه قطرة ديال الخل باش يحيلينا هذيك الريحة ديال البيض و ضفت قليل من سلصة السوية ولكن تبقى يعني اختيارية ماشي ضروري فقط لهادك اللون بالنسبة اللي عندو حساسية من البيض و ما بغاش يديروه فيمكن لكم تكتافيه فقط بالحليب ولكن تبقى يعني البيض تيعطيهم هذيك اللون الذهبي اللي تيجي تيلمع غدي ندهنوهم كاملين و غدي ندخلو من الفرن بالنسبة للفرن يكون ساخن على المتوسط غدي ندخل اللاطا من الفوق و العافية تكون من تحت حتى يعني يتحمروا لينا من تحت عدنا بطهون باش ياخدوا هذيك اللون الذهبي و يطيبوا لينا من الفوق كيف تتسمعوا معايا لبنات القرماشة تيجيهم مقرمشين بحل صوبناهم بالورقة ديال البسطيلة ولكن هما هيرم السيمنات اللي حاولنا اننا الورقوهم مزيان مزيان حاولوا البنات انكم تشاركوا القناة مع الاحباب و الاصدقاء لتعوم الفائدة سمعوا القرماشة تيجيوا 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 رائعين تيجيوا مورقين ان شاء الله تجربوا و ينالوا الاعجاب ديالكم يلا هالبنات حملة توصيلية باش توصلوني المئات الف مشترك ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة لكنتو اول مرة تزوروا القناة ديالي و نخليكم على خير الى فيديو لاحق بإذن الله بسلام عليكم